في فصل الصيف وبعد صلاة العصر خرج رجل أعمال صالح إلى أحد الشواطئ يبحث عن نسمة هواء حيث كان الجو في هذا اليوم قد تحول إلى ألسنة من اللهب وبينما يجلس الرجل على الشاطئ يردد أذكار المساء شاهد أعجب منظر في حياته فقد رأى ضفضاعة تتجه من الشاطئ الآخر في سرعة عجيبة وعندما وصلت إلى المكان الذي يجلس فيه الرجل نزل من فوق ظهرها عقرب وشاهد الرجل هذا العقرب يتجه بسرعة إلى كومة من القش وبعد دقائق عاد العقرب إلى الشاطئ حيث كانت الضفضاعة تنتظره فوثب على ظهرها وعادت به إلى الشاطئ الآخر اتجه الرجل الصالح وهو في دهشة كبيرة إلى كومة القش ليعرف سر هذه الرحلة العجيبة الغريبة فوجد شابا نائما فوق كومة القش فقال في نفسه لقد لدغه العقرب ثم عاد بعد أن فرغ من مهمته غير أن المفاجأة كانت أكبر مما تصور لقد استيقظ الشاب بعد أن أحس بوجود الرجل ونهض يسأله عن موعد صلاة المغرب وهنا كانت المفاجأة الأعجب حيث شاهد الرجل والشاب حية مقتولة يسيل منها الدم بالقرب من موضع رأس الشاب عندما كان نائما لقد قتلها العقرب قبل أن تقتل هذا الشاب ثم عاد من حيث أتى بعد أن أدى مهمته التي كلفه الله بها وأخذ الرجل يسأل نفسه أيمكن لمثل هذا أن يحدث في هذا العصر؟ بالتأكيد هي كرامة لهذا الشاب الذي أنقذه العقرب من الموت عرف الرجل اسم الشاب وأنه يعمل محاسبا في إحدى الشركات وبعد أن عرف عنوانه افترق وفي اليوم التالي ذهب الرجل إلى عنوان الشاب وسأل أهل الحي عنه فأخبره الجميع أنه شاب معروف بالصلاح والتقوى وكان بارا بوالديه اللذين أقعدهم المرض وظل سنوات لا ينام إلا قليلا بسبب سهره على رعايتهما حتى يطلع الفجر ولم يدخر في حياته شيئا بعد أن أنفق كل ما يملك على والديه الذين ماتوا وهما يدعوان له بأن يحفظه الله من كل مكروه ويعوضه خيرا ففرح الرجل بما سمع عن الشاب وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصبح ووالداه عنه راضيان إلا كان له بابان في الجنة وفي مساء نفس اليوم ذهب الرجل الصالح للشاب وعرض عليه إدارة إحدى شركاته وبأضعاف راتبه فوافق الشاب وحمد الله كثيرا ودعا لوالديه بالرحمة والمغفرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا داخل السيارة ركب معي في السيارة أحد المعارف هو والده قبل عشرين عاما وقد استغربت كيف أن الولد الشاب أدخل والده في المقعد الخلفي وركبه بجانبي لكن الأغرب من ذلك أن محادثة بين الأب وابنه طالت وتحولت إلى مشادة كلامية لم أعرف كيف أوقفها وأنا أقود السيارة بين مكة وجدة وتطورت المشادة في النهاية لرفع الشاب يده عاليا مهددا والده بالضرب إن لم يسكت كانت مفاجأة كبيرة لي وقد علمت فيما بعد أن ذلك الشاب قد تعود على هذا العقوق مع والديه وأنها ليست المرة الأولى التي حدثت معي ذلك الشاب وبعد عشرين عاما وجدته في الطريق مع ابنه الأكبر فدعوته للركوب بالسيارة فتكرر المشهد أمام عيني مرة أخرى إذ بابنه يركب بجانبي ويترك والده ليجلس في المقعد الخلفي وأثناء الحديث حدثت مشادة بينه وبين ابنه وسمعت السبابا من الابن لأبيه بل رفع الابن يده على والديه وهدده بالضرب مثل ما كان يفعل والده في أبيه قبل عشرين عاما فسبحان الله نفس المشهد يتكرر بالتمام والكمال مشادة كلامية تنتهي بأن يهدد الابن أباه بالضرب لذلك عاتبته على سوء أدبه ثم أنزلته من السيارة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ليكمن طريقه بنفسه وفي الطريق تحدث هذا الشاب الذي أصبح أبا عن سيرة حياته من يوم أن ركب هو ووالده معي منذ عشرين عاما وحتى اليوم فوجدت كيف أن الله العادل عز وجل يمهل ولا يهمل في معظم المعاصي إلا في العقوق فذلك الأب الذي أصبح الآن مسكينا حكى لي أنه على مدى العشرين سنة الماضية لم يدخل أمرا إلا وكان يتخبط فيه بين الفشل والعجز والخسارات المتتالية وحكى أيضا عن زوجة نكدية لا تبتسم أبدا وعن عمل مهين يطرد منه إلى عمل أحقر منه حتى عندما جاءه رزق لم يخطر على باله دخل به في أعمال فخسرها في مدة قصيرة جدا وكادت الديون تعصف به وبأسرته وتلقي بهم إلى الشارع كما تكالبت عليه الأمراض وهو ما زال في ريعان شبابه وحتى اليوم وقد أقر بنفسه وهو يبكي وبعد فوات الأوان أن التعامل مع الوالدين دين سيرده الله إليك إن أحسنت معهما أحسن أولادك إليك وإن أسأت إليهما رد إليك الأبناء الإساءة وأكثر لقد ندم الأب أشد الندم على عقوقه لوالديه لأن ابنه يكرر ذلك معه فسبحان رب العدل وصدق رسوله الكريم حيث قال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا